أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها مع كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم عن عنصر آخر من عناصر التمييز وهو الرغبة وقال الرغبة في معناها الأصلي هي حنين إلى امتلاء لا يتحقق كاملاً وهذا الحنين الذي لا يشبعه شيء هو علامة حضور الله فينا الرغبة هي البوصلة لكي أفهم أين أنا وأين أنا داهب الرغبة الحقيقية تعرف كيف تلمس في الأعماق أو تاركياننا ولهذا فإنها لا تنطفئ أمام الصعوبات أو المعارضات العوائق والفشل لا تخنق الرغبة الحقيقية بل بالعكس تزيدها حيوية فينا فتستمر مع مرور الوقت حتى لفترة طويلة وتدفعنا إلى تحقيق الأمور في النهاية وقال قدسته سؤال يسوع إلى المقعد عند بركة بيت داتا أتريد أن تشفى؟ كان دعوة له لكي ينظر في أعماق نفسه ويحدد ماذا يريد حقاً في حياتنا العادية نتلقى اقتراحات كثيرة ومشاريع وفرصاً وذلك يؤدي إلى تشتيت انتباهنا وعدم السماح لنا بأن نقيم بهدوء ما الذي نريده حقاً ويتألم أشخاص كثيرون لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون من حياتهم وربما لم يصلوا قط إلى أعماق نفوسهم لمعرفة رغباتهم الحقيقية لذلك علينا أن نطلب من يسوع أن يساعدنا لنعرف ماذا نريد حقاً ولنعرف ماذا يريد هو منا ماذا وضع في قلبنا وأن يعطينا القوة لتحقيقه لأنه وضع فينا رغبة كبيرة تجاهنا وهي أن نصير شركاء في ملء حياته ترجمة نانسي قنقر